ما تخيلت ولما نصب عليها ما قلتش الأهلها وفي ناس تخاف من شاماتة أهلها؟ آه هي طبعاً وانت مش حاس ان فيها علاقة غريبة في البيت ده انه ممكن تكون عندت مع أهلها عشان قاله وحش فهي شايفاً ممكن يكون أهلها ينفيه نمازج وشايفاً ان أهلها مستقطرين علي الحاجة وانتوا عايزين تدوله أختي وأختي دي حسن مني مثلاً فانا لأ ده نجالي مهندس وإلكترونيات وعنده فيلا وعنده أرض وهتجوزه ممكن تكون القصة تلعبت كده؟ ممكن تكون القصة تلعبت كده؟ عندها مشاكل نفسها من ناحية ونيا ممكن يكون البنت أصلاً علاقتها مع باباها مش أفضل حاجة ومتعرفش تتكلم معي فلما صدقت اني شايفاً فعايزة تدباها بقى ان أنا نجحت وكنت هجيب عربية وجوزت له وعنده بلا هقولك ليه بقى؟ لأنها لما تجوزت واكتشفت ان هو نصاب وان هو ناصب على ناس في عربية وان هو مش مهندس كاتبة كده في الرسالة تقولك ايه؟ أنا بقى تحددت وفتحت بقى سدري قدام الناس كلها وان أنا ايه؟ لقى والغل واخدت تقولك ما يسواش حاجة اه هقدر ما هو ما يسواش حاجة بتسعديه ليه؟ هقدر اغير متكملي ليه؟ هقدر اغير الشخصية دي الولد واضح ان هو كلامانجي بطريقة كبيرة جداً ومؤثر بالكلام بطريقة كبيرة جداً لان هي بعد ما اكتشفت كمان دخلها في دور ايه بقى؟ اه في جنبي ما تسبنيش معلش انا كنت عايزة وصلك وكنت عايزة بقتبقى موجودة معايا في يوم الايام ولو كنت قلتلك على الحقيقة انت كنت تسبتيني ابتدى يعمل لها غسيني مخ تاني وفي الوقت اللي كان المفروض تنهي فيه العلاقة ما قدرتش تنهي